بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزاء الطلاب في مادة التربية الإسلامية الصف السابع درسنا اليوم أحكام الاعتكاف الجزء الثاني أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب أن تستنبط حكم الاعتكاف ثانيا أن تعدد شروط الاعتكاف أولا سوف نتعرف بإذن الله على حكم الاعتكاف من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونفهم ذلك من خلال الشريحة القادمة بإذن الله تعالى حكم الاعتكاف استنبط عزيز الطالب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكم الاعتكاف وأطلب منك أن تمعن النظر في هذا الحديث وأن تلقي إلي سمعك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صدق رسول الله من خلال هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله رضي الله عنه نستنبط أن الاعتكاف سنة مؤكدة بارك الله فيكم ولكن قد يسأل سائل ما معنى السنة المؤكدة نقول أن السنة المؤكدة هي ما واضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وواضب عليه أي كرره عندئذ أصبح حكمه السنة المؤكدة شيء سنه رسول الله وأكده بتكراره عليه الصلاة والسلام فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان يحيي ليله وأيقظ أهله وشد مئزره وقد يسأل أحدهم هل يجوز الاعتكاف فقط في العشر الأواخر من رمضان أم في كل السنة نقول له أن الاعتكاف سنة وأن الله يحبه ويجوز لك الاعتكاف في أي وقت من السنة ولكن هناك أوقات أفضل من أوقات وأفضل أوقات الاعتكاف والمكت في المسجد في العشر الأواخر من رمضان سؤال ما حكم الاعتكاف بعد أن شرحنا في الشريحة السابقة حكم الاعتكاف أريد منك عزيزي الطالب في خمس ثوان أن تجيب عن هذا السؤال حكم الاعتكاف سنة مؤكدة رائع بارك الله فيكم السؤال الآخر ما المقصود بالسنة المؤكدة هي ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكرره حدة مرات بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ثانية شروط الاعتكاف من شروط الاعتكاف عزيزي الطالب عندما تريد الاعتكاف والذهاب إلى بيت من بيوت الله لا بد أن تتوافر هناك مجموعة من الشروط لكي يقبل هذا الاعتكاف فهذه الشروط مهمة جدا فأريد منك أن تلقي إلي سمعك وأن تفهمها وتحفظها جيدا أولا النية فمفهوم النية هو شيء في القلب فأنت عندما تذهب لتعتكف في بيت من بيوت الله يجب أن تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى فتدخل بيت الله وتنوي في قلبك وتقول اللهم إني نويت الاعتكاف تقربا لوجهك تعالى وأن لا يكون في قلبك نية أخرى كأن يراك البشر وأن يعجب بك ويقول فلان ذهب إلى المسجد ليعتكف وإنه من المعتكفين فأمعن النظر عزيزي الطالب فإن هذه الشروط مهمة جدا لكي يقبلها الله سبحانه وتعالى والنية هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى فالله يرى ما في القلوب ويرى ما في الصدور ولا يقبل إلا ما كان خالصا ثانيا الطهارة من الحدث الأكبر فعندما تكون في المسجد يجب أن تكون طاهرا وبالأخص من الحدث الأكبر وقد شرحنا ذلك في الفصل الأول ومنها الجنابة والحيظ والنفاس وغيرها الشرط الثالث أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة قد يسأل سائل يا أستاذ إن كل المساجد تقام فيها صلاة الجماعة نقول له لا يا بني هناك بعض المصليات وهناك بعض المساجد فبعض المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجماعة لا يعتكف الإنسان فيها أما المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة فنعتكف بها ومن خلال ذلك نلاحظ أن هذه الشروط مهمة للغاية وذلك لكي يقبل اعتكافك عزيز الطالب سؤال عدد شروط الاعتكاف سأمهلك عزيز الطالب بضع ثوان للتفكير في هذا السؤال والإجابة عليه أولا النية ممتاز ثانيا الطهارة من الحدث الأكبر رائع ثالثا أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة أحسنتم بارك الله فيكم عزيز الطالب أطلب منك العودة إلى الكتاب لحل النشاط صفحة 124 بعنوان أبين رأيي سأمهلك خمسة ثوان لفتح الكتاب على هذه الصفحة وإحضار القلم لحل النشاط النشاط أبين وزملاء العبادات التي يسنون المعتكف القيام بها فأنت عندما تذهب إلى المسجد لتعتكف ما هي العبادات التي تقوم بها أولا الصلاة أحسنتم ثانيا التسبيح والاستغفار رائع ثالثا تلاوة القرآن الكريم ممتاز رابعا الصوم بارك الله فيكم وجعلها في ميزان حسناتكم واجب أطلب منك عزيز الطالب العودة إلى الكتاب صفحة 130 لحل هذا الواجب انتهى درسنا بفضل الله تعالى وتوفيقه وسنلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر